السلام عليكم أصدقائي في حلقة متابعة من قناة مستر كريبتو وفيديو جديد على قناتنا القناة المهتم بأخبار العملات الرقمية بالفيديو أصدقائي سأتكلم عن عملة بيبي ارتفاع بنسبة 74% سأتكلم عن أسباب الارتفاع و سأتكلم عن بيتكوين و تحليل بيتكوين أبنى باش في فيديو أتمنى تضغط على زر اللايك و تشترك بالقناة فعز للجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمي و لا تنسى أن نضم لقاتنا على تليجرام و الرابط موجود أسفل الفيديو و الرابط موجود في بنار القناة خليكم معنا هذا الفيديو تعرفوا أخر أخبار سوق الكريبتو أول أنزقائي بعد ارتفاع بيتكوين تقريبا لمناطق 30800 هذه المناطق كان عندي تشكل مقاومة تكلمت علي ما بين 30500 إلى 31000 دولار هي مقاومة عنده بالأمس فشلنا بالإغلاق أعلى هذه المقاومة و تدولنا أسفل مناطق 30500 حاليا صدقائي رح ننتظر إغلاق شمعة اليوم إذا كانت أدنى مناطق 29800 فرح نزور مناطق 28500 لكن إذا قفلنا أعلى مناطق 30500 بالتأكيد رح نتوجه لقمة جديدة و ممكن نستهدف مناطق 33000 دولار لكن هدفي على البيتكوين حاليا هو إعادة اختبار الدعم لعند مناطق 29800 و على الأغلب سيتم الإغلاق أسفل هاي الدعم شو في نسبة لعوملة البيتكوين بعد ارتفاع البيتكوين من نسبة 15% تفعل عوملة البيتكوين من نسبة 74% أهم العوامل المساعدة هو كسر الموفيك أبرج 200 على فرمي 4 ساعات و كسر المقاومة مقاومة 0.5010.3 حاليا الزقائي توجهنا لمنطقة 0.5013 و توجهنا بكسرة بسهولة جدا هذه المقاومة و حاليا نحن نتواجد عن مقاومة عندي هي مقاومة 0.5015 و هاي المقاومة تكلمت عليها في الفيديو السابق لعوملة البيتكوين و تكلمت عن زيارة قريبة له هاي المنطقة حاليا هدفي على عوملة البيتكوين في إغلاق شمعت 4 ساعات أعلى 0.5015 هو التوجه لمنطقة 0.5020 و بهاي المنطقة رح أدخل صفقة شورت يعني سأدام الارتفاع بنسبة 30 بالمية على عملة البيتكوين لكن إذا أقفلنا شمعات مرتالية أسفل مناطق المقاومة حاليا مناطق 0.5015 رح نتوجه لانخفاض جديد في العملات أو خاصة عملة البيتكوين و ممكن نتوجه لمناطق 0.5016 يعني على هات اختبار الدعم الصادق أهم الأخبار اللي عندي إنه رئيس بنك احتياطي الفدرالي جيرينباول يقول أن الكريبتو يتمتع بقوة البقاء كفئة من الأصول الورقية والمالية هاي النقطة قوية و شفنا مبارح خطاب جيرينباول أمام الكونغرس الأمريكي كان أغلب حديثه عن العملات الرقمية وعملات المستقرة العملات المشفرة المستقرة وكان حديثه إيجابي جدا من ناحية العملات الرقمية لكن أكد على سن القوانين و على ضرورة سن القوانين و تشريعات للعملات المشفرة طبعا زي قائم بتداول على نصة اكسس بيتكوين و ذهب و اسهم و فوريكس إذا بتحبت الداول معي تسجع عن طريق الرابط و انضمن لقناة توصيات مجانا على قناة التيجرام مع السلامة و دمتم بخير